ترجمة نانسي قنقر إلى طفل قعيد قعيد السرير تضيع الطفولة وتبقى الآلام والآمال في سنة 1991 كان عمري تقريباً سبع سنوات كنت في الابتدائية أتذكر أني كنت في المدرسة في اليوم التالي استيقظت حملني أتذكر عندما حملت إلى البيت وفي اليوم التالي استيقظت ووجدت نفسي في أحد مستشفيات العاصمة من دمت هذه قريتي من دمت إلى صنعاء في أحد المستشفيات مغمور بالآلام من حولي أسرتي والأطباء شخص الأطباء حالتي على أنها تلوث بكتيريا هشاشة في العظام طبعاً المصطلحات كانت كثيرة لكن النتيجة هي واحدة أني قعيد السرير كالعجوز كهل مليء بالآلام لا أعرف ماذا حدث ولا أتذكر شيئاً قرر الأطباء بعد انتظار وتنقل ما بين مستشفى وآخر من طبيب إلى طبيب أتى قرر الأطباء الأخير بإجراء عملية جراحية لإستلسال البكتيريا لكن للأسف أعتقد كان عندهم خبرة ثانية قالوا أنت من دمت مدينة المياه الحارة العلاج الطبيعي ارجع إلى دمت وتعالج بالمياه الحارة طبعاً صاحب العلا ذليل ليش بيدي أنا؟ رجعت على دمت أهلي صدقوا يا الله أكبر مستشفيات العاصمة مع احترامي الشديد لجميع الأطباء طبعاً لا أحكم على الجميع رجعت إلى دمت حمامات طبيعية الأسبوع الأول الأسبوع الثاني حالتي زادت سوءاً بدأت التغيحات بدأ العظام المفتت يخرج كالحصاء حالي عقل بكتيريا في أعماق العظام تقول لي قبل يومين وبعدين تقول لي عالجها بالمياه الطبيعية لكن صاحب العلا ذليل ما عليه لا يسمعي نصيحة طبعاً استمريت في البحث سمعت نصيح أغلب العارفين تعرف عادات وتقاليد طبع شاب والذي ينصحك هكذا والذي يقول لك هكذا طبعاً والدي تعبت وأتعبتهما معي لا أعرف كيف أشكرهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة أيضاً أشكر جميع أقربائي وأصدقائي وجيراني استمريت في البحث قررت أسرتي بتسفيري إلى الخارج معاناة جديدة سافرت إلى الهند في سنة 1994 أجريت عملية لتصفية العظام لتصفية البكتيريا من العظام وكان من المفترض أن أعود إلى الهند بعد ثلاثة أشهر لكن للأسف الشديد حرب 1994 منعتني من العودة إلى الهند تأخرت عن العودة بعد فوات الأوان تصلبت الركبة كملة الحوض ملوث والركبة متصلبة عاجية الحمد لله رب العالمين رغم هذا العناوة رغم هذه المعاناة لكن لم أياس أتذكر يوماً من الأيام استيقظت في صباح من شدة الإرادة من الإرادة بعد ثلاث سنوات وأنا ليس على السرير على الفراشة طبعاً تمسكت بالحائط مشيت لبعض الخطوات كأني ولت من جديد والله هذا اللحظة ما نسيتها إلى اليوم بعد ثلاث سنوات استمريت رغم المعاناة أيضاً استمريت في دراستي الإسرار جعلني أيضاً من المتفوقين والحمد لله في المدرسة لكن دائماً عادةً تسمعون الأقارب الأصدقاء بدأت أتحرك أمشي لماذا تتحرك بعرجتك لماذا لا تجلس في البيت حتى يأتيك حكم الله مش غريبة علينا طبعاً يعني برحمة بشغف بس هذه كلمات جارحة قاتلة لكن تعرفون الإرادة التي كانت داخلي والإسرار كانوا أقوى فعلاً أشكرهم 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 تعرفوا ليش تعرفوا ليش لا تصدقوا معي العكاس تركتهم من زمان تعرفوا ليش والله يا شباب أني إسراري وإرادتي زادت زادتني قوة زادتني إرادة كلماتهم أصبحت لي وقود أن أستمر وأن لا أكون عالة على أحد وكي أثبت إعاقة جسدية بالنسبة لي لا شيء استمريت واصلت طريقي في أحد الأيام تعرفت على أحد الأطباء طبعاً أبحث وأستمر في البحث أبحث عن حلول العمل بالأسباب طبعاً تعرفت على أحد الأطباء عبر أحد أقربائي طبعاً كان عنده لوحة حلوة جداً تعرفوا اللوحات عندنا في اليمن أكثر من البيوت والسيارات والبشر بس هكذا خلوة حلوة البروفوسور خريج ومش عارف ايش المهم صدقته كان واثق من نفسه أخذ أموال طائلة والله أتذكر أني بعت أشياء ثمينة جداً لأسرتي أتذكر أن والدي يعني في فترة من الفترات يعني يقول لي ما تبقل السيارة هذات قلت لها لا مستحيل أنا بترك بس الكارثة الكبرى تعرفوا إيش هذا عمل العملية الأولى فاشلة العملية الثانية فاشلة الثالثة فاشلة الرابعة فاشلة الله هذا حق لتجارب هو عمل لي حق لتجارب للأمانة هذا الصدق يعني أنا اكتشفتها بعد يعني أتذكر أحد الجرحين الألمان قال لي قال لي يعمل لك هذه العملية لا بد أن يعوضك هذا كلام خطير يعوضني ايش تقول أنت لكن تركته استمريت في خطواتي لأنه يا أما أموت أنا أو يموت هو تعرفوا يعني اليمن طريقة طبعا والدي من الناس القانونيين يعني مستحيلة يصير أي مشاكل طبعا استمريت في طريقي مصر على الاستمرار تعرفوا انقررت أدري الصيدلة تعرفوا ليش حبيت الصيدلة والله من كثر استخدام الأدوية والمضادات الحاوية والمهدئات استمريت بدأت في الصيدلة لها السنة الأولى السنة الثانية كنت في صنعاء وإذا اتصال يصلني من دمت من مدينتي دمت هناك سيدة أجنبية تبحث عنك ما هذا تشتي مني الآن؟ خلينا ندرس ولا سافرت إلى دمت بسبب شهرة الحالة كانت عضو لمساعدة ضحايا الألغام والأمراض المستعسية قالت لي احنا سمعنا بحالتك ولازم نشوفك شافتني اللجنة شافوني الأطباء طبعا حالة غريبة يعني ولا قدروا يقولوا شي طيب جيبوا لي حلول جابوا لي مهدئات تمام؟ وقالت يلا نستخدم مهدئات استمريت قالت لي هناك منحة إلى إيطاليا اتفاقية بين إيطاليا واليمن يمكنك استغلالها العجيب في ذلك أن زملاء أهل يمنين انتبه هذه كذابة تكذب عليك قلت يلا خليها تكذب لا أعفي أكثر من المضى نجد أن نجرب هذه العموم بعد معاملات إجراءات مستندات وثائق أغرب حاجة في هذه المعاملة تعرفوا إيش أقسم بالله العظيم ما حصلت على أي وساطة بس إيماني وثقتي بالله وبثقتيني سأصل سأصل هو اللي يوصلني سافرت في 2004 مع صديقي أناس المهدي أتوجه إليه بجزيل الشكر وصلت إلى إيطاليا البرد كان قارس ألم الغربة لكن إنسانية حسن الاستقبال والاهتمام إنسانية الغربة وإنسانية البرد أشكر أيضا الدكتور محمد بام شموس المنسق بين المستشفيات اليمنية والحكومة الإيطالية والدكتور محمد شمس الدين جراح الذي كان رفيقي الدائم في المستشفى وصلت مسيرتي العملية تحولها من عملية واحدة إلى ثلاث عمليات والثلاثة أشهر تحولت إلى ثلاث سنوات هذا دكتوري من أكثر دكاتر شجعني وهذا بعد العملية طبعا لم تكن سهلة آلام تعب هنا أصبح هاجسي الثاني هو تعلم اللغة ومعرفة ما يدر من حولي ثلاث سنوات ليس بسيط بدأت في العلاج بدأت النتائج الطيبة أول مرة تصدقه باليمن مع عمري ركبت عربة لا أقول لكم لكن كنت تفاحط في المستشفى والله أصبحت مشهورة حتى الدكاترة لأنني قاعدت في سنة في المستشفى كتبوا عليها حمدان يعني ما عندما يركبها هذا صديقي جوستو خلال إقامتي في المستشفى في هذه الغرفة عانيت أشد المعاناة وعشت أجمل الأيام مع هذا الشخص شخص متدين مثقف شخص شديد شخص مبتسم دائما غير مجرع حياتي عاوني في اتخاذ قراراتي أيضا بقائي اليوم في إيطاليا الفضل لله ثم له لأني هناك قررت تغيير مساري أن لا أدرس سيدلة لأن بعد أيضا عمل العملية الثالثة قررت طبعا هذه الجمعية التي أسسها جوستو أعيش معهم إلى اليوم المولينو قررت قرار البقاء في إيطاليا أيضا لا بد أن أدرس أن أستمر لا بد أيضا أن أعتمد على نفسي لا أريد أن أعتمد على أحد قررت العمل بدأت العمل في أحد شركات تصنيع المعدات الدقيقة بالطرق الكيميائية المعدات الدقيقة الفضائية والجوية بالطرق الكيميائية بدأت في الدراسة حصلت على الترخيص من قبل الاتحاد الأوروبي كمترجم رسمي في الاتحاد الأوروبي طبعا هذا لها ذكرى جميلة الصورة كابتن ماجد ما رأيكم تذكره لهذه ذكرى جميلة لأنه بعد العملية الثالثة قلت أجرب رجلي أنا أمشي أقدر أوقف عليها أو لا الحمد لله هذه طبعا الأول مرة أتزلج في حياتي جربت التزلج الحمد لله بدون مفصل أعيش أمشي أتحرك أعمل أيضا أصبحت مترجم في المحكمة العليا الدستورية الإيطالية وجدت أيضا الحاجة الشديدة للكثير من الإيطاليين لتعلم اللغة العربية بدأت بثلاثة طلاب واليوم عندي مئة وثلاثة عشر طالب أيضا مهما كان ما أجمل معرفة ثقافة الآخر وتعرف ثقافتك وحوار الأديان هذا رئيس الوزراء الإيطالي السابق رومانو برودي في أول مؤتمر أنظمه وكان بحضوره هنا لتعاون أيضا مع وزارة الثقافة الكويتية معارض لقاءات ثقافية ما بين إيطاليا والكويت هنا في قناة الكويت أيضا رغم الغربة ورغم أني بدأت أعمل لكن اليمن الحبيب يمن الملكة سبأ كما يقول له الإيطاليون سيظل في القلب أنظم أمسيات ولقاءات ومعارض عن اليمن هذه أحد الأمسيات وهذه الثانية أعيش اليوم في أجمل مدن أوروبا مدينة الحب والعشاق مدينة الجمال مدينة الفن هذه هي مدينة فلورنسا مدينة ليوناردو دا فينشي ميكل آنجلو ما أريد أن أقوله لكم أخواني أخواتي آبائي أمهاتي أن لا ننتظر حقيبة الحلول يا جماعة الإنسان يعمل بالأسباب الحلول لا تأتي بحقيبة لابد بالبحث والحركة والعمل بالأسباب والإيمان والإصرار رغم المعوقات ومن رحم المعاناة يخلق الإبداع أعجب حاجة عندنا من يوم يعني يقال اصنع من الليمون الحامض عصيرا من يوم عرف نفسي والأسواق اليمنية تحول الليمون الحامض وبقشوره يعني بالقشور شفتم أنهم يعصروا بالقشور إلى عصير لذيذ لماذا لا نعصر مشكلاتنا ونزاعاتنا ونحولها إلى إبداع إلى بناء إلى تعمير والرسول صلى الله عليه وسلم لا ننسى الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن كالغيف أينما وقع نفع ما أسوأ أن يعيش الإنسان بلا هدف شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا